أهلا بكم مشاهدين الكرام في هذا العجلة كشفت مصادر قناة زاير تيوب أن حركة رشاد التي كانت وراء الحملة القذرة والشرسة ضد الاتحادية الجزائرية لكرة القدم وأرادت ضرب استقرار الفاف من أجل زازة استقرار البلاد واستغلت حركة رشاد مرحلة الفراغ التي مر بها المتخب الوطني حتى تنشر سمومها لكن رجال الجزائر تفطلوا لهم وكانوا بالمصادة ووضعوا مصلحة البلاد والعباد فوق كل اعتبار وفوز الخضر اليوم جاء في وقته ليعيد المنتخب إلى السكة الصحيحة وأن يسكت أبواق الفتنة وأفواها من يريدون السوء للجزائر وشعبها واستغلال المنتخب الوطني الجزائري من أجل مصالحهم الشخصية كما كشفت مصادر زاير تيوب أن هناك تطورات جديدة ومهمة ستكون الأسبوع القادم وهذا بصداء بعض الأشخاص ممن عبثوا في الانتهادية الجزائرية لكرة القدم من طرف القطب المالي والاقتصادي لمحكمة دينحمد وهذا من أجل محاسبتهم بهذا انتهى هذا العجل هو هاااااا Sooey كنت نتصور روحي في كل نتصور أنرشاد لهم يمكن أن ندخل في كل إلا هذه الشعب لا أ Pot لا يعرف أبداً فيها و座 تحميله هذي القناة تعمل هذي القناة تابع مخابرات الخارجية جبر مهنم وبأموال شعبة وما داروها في القناة دعونا نزيد وين داروها داروها أيضا عندهم جريدة أو مجلة تزاير يسموها وتزاير رياضة انتصار الإرادة وفي الفوق هذه عندك لمن يريد أن يرى حركة رشاد حركة رشاد الإرهابية وراء الحملة الشرسة ضد الفاف روح عندها تفهم هي صراعات بناتهم وخصومات باش يشيطنوا بعضاهم قال لك رشاد راي لختم للفاف او رشاد راي في أماكن أخرى مش للفاف للفاف بالنسبة لنا هذا عبث مضيعت وقت بصح رشاد راي موجودة في مراكز أساسية نعم ونكاش نهارة ان شاء الله تكتشفوا الحقائق لكن موجودة باش تنقض البلاد وتساهم في إنقاذ البلاد وتساهم في خدمة البلاد وفي وحدة البلاد رشاد ترفض المساس بحبة رمل من تراب الجزائر رشاد تريد نهضة للشعب الجزائري تريد ان الشعب يأكل بكرامة يعد عنده الماء بكرامة نرجعه للبازيك للأشياء البسيطة رشاد تريد للناس الكرامة والعمل والنهضة والخروج منه اليوم شفت بعث واحد بعث لي فيديو على منطقة على بوسعادة والله ظننتها في غزة وهذهك راي المدن هكذاك أغلبية المدن راي بهذاك الشكل أو بلاك المساعدين بعد يحطها إن شاء الله ظننتها في غزة الخطار وريح وطرع في الطريق والمامة في الطريق فرشاد تريد نهضة البلاد وتريد إقامة دولة العدل والحق والقانون بإذن الله مهما شيطاننا المشيطنون وكذب عنا الكاذبون وخدع المخادعون وخان الخوانة هذه كلها بالنسبة إلينا هذه هي المعارك معارك الحق والحقيقة يجب أن تدفع فيها الثمن يجب أن تدفع فيها الثمن مسوك في كل شيء مسوك في عرضك في نفسك في أهلك لكن إحنا بالنسبة لينا هذا هذا هو الطريق باش نرجع إذن العصابة هذه حابسة الآن فرحات مهني يتنقل لهم إلى العواصم ويستقبل فيه رسميا في عواصم غربية وحتى عربية والعصابة مطفية طب تبون راح يتزيوزو يمكن يكون غدوة فيها بعض الأحرار هناك بعثوا لي قالوا لي إذن العصابة يطير في اسمها حتى كان العصابة بيضاء وكان العصابة تبدو أن تعمل خابرات وأخرى تبدو على بوليس ومن شعار والطرق تسجم والخدمة تتخدم ومن شعار فتحوا محلات وسجموا الطرق وين يمشي تبون يعني لماذا تبون الذي عجز أن يذهب إلى خمس مدن جزائرية راح الخانش لقابل شهر الآن مقابلها ربما عام ولا ثمن شهر ولا كان راح للجلفاء وهذه هي تقريبا يعني والآن يذهب إلى تيزيوزو عنده عقدة خاصة أنه في المنطقة بالذات في منطقة القبيل مقاطع أكبر بكثير فربما حتى لا يستبعد أنه يعلن على أنه سيذهب إلى عهدة ثانية من تيزيوزو يعني لكن شوف تروح لتيزيوزو تروح للتامرراست تروح للعنابة تروح للتلمسان تروح للأغوات ولا تروح للسعيدة تروح للباتنة ولا تروح للبشار كيف كيف راهوا نفس الموقف تختار الشعب الجزائري تببونه مزور شعبوه العسكر ما كانش الشرعية إنك لا تملك لا قدرات شوف لو كان غير قال جيت بطريقة غير شرعية لكن قادر على نفسك كما نقوله بالدرجة كفابل يعني كفابل قادر على نفسك عندك كاريزما عندك صدق عندك مشاريع عندك خطط عندك ولو ما عندك ولا شيء آه نسيت عندك ماضي أسود عندك وراك تسعة وسبعين سنة اللي أنا حين من العشرين سنة الأولى خلنا منها حوالي ستين سنة انت عم ماضي أسود تعرشاوي وفساد وفجور وفسق وخراب ونهب ورشاء وهذا هو فتروح لو كانت تطلع للقمر مش راح هتتبدل على أن تببونه مزور جابوه العسكر تعالينها من القمر تعالينها من المريخ تعالينها من أدرار تعالينها من تزيو الزوء كيف كيف الشعب راه يشعر أنه راه في جمهورية الرعب والخوف وأنه في لحظة معينة سينفجر عليكم بسح أنتم راكما عايشين في عالم آخر لماذا عايشين في عالم آخر لأنه خلينا نوري لك مقطع ولا اثنين باش تعالف الشعب هذا والرعيش كمثال آخر يعني نحن عارفين ناس راي عارفها يعني شوف ناس مرات يقولوا باللي السكن والسكن كثير من الناس مرات أو مش كثير الآن الناس كثيرين يفهموا يقول لك والله الجزيرة اكثرية سحراء هو مش صحيح لأنه ثلث مئة وثمانين ألف كم مربع هذيك في الشمال معنى الجنوب هو ثنين مليون كم مربع صح المساحة الأغلبية بالصح ثلث مئة وثمانين ألف كم مربع راه هي أكثر من بريطانيا العظمى معنى ترفض الجزائريين ويبقى لكن حتى في الصحراء في الجنوب الخالي ها مش جنوب تعلقوات ولا تعلقوات غرداية ولا تعلقوات لا لا حتى اللي هو الجنوب الآخر الجنوب الثلث الخالي كما يقول